عايز اكلمكم على الوضع في السودان الوضع في السودان الحقيقة مخيف وضع مرعب سواء بالنسبة للناس اللي موجودة شرقا غربا شمالا وسطا في الخرطوم في اي مدينة الوضع الحقيقة مزعج جدا ومرعب جدا مصر مش زي بقية الدول مصر ما بتدخلش وتحاول تتدخل في اي حاجة من باب الوجاهة الاجتماعية او الوجاهة السياسية احنا بنتكلم على عمق مصر مش بس الاستراتيجي عمق مصر الشعبي موجود في السودان زي ما عندنا عمق مصري موجود في فلسطين زي ما عندنا عمق اخر وبعد اخر هو ليبيا لما نتكلم على مش بقول بقى حدودنا ان الاعماق المصرية الجزء من الدولة بيعاني من هذا الاشتعال الشديد بازمات بتزيد وحلولها مش موجودة في الافق اللهم اننا شايفين بعض الخطوات الايجابية اللي احنا شايفينها في ليبيا لكن اللي بيحصل في السودان ده يخلي اي مسؤول مصري يشعر بحالة ارق معرفش ينام يعني هتعامل ازاي مع الموقف اللي موجود في السودان والامور وصلة الى هذا الحد ان مصر تيجي تقول يا جماعة الخير تعالوا نقعد يا جماعة الخير تعالوا نتكلم ده مش من باب ان مصر بتحاول ترسم صورة لفسها ان عندها يعني قدرة على التعامل لا مصر محتاجة انها تعمل ده والاشقاء في السودان محتاجين ان هم يعرفوا ان مصر مخلصة جدا مصر لا تريد اي شيء من السودان الا ان هو يعيش في امان وان هو مصالحه توصل لاحسن حال فبتحاول تعمل تقارب بين القوى السياسية المدنية في السودان والنهاردة السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة بيقول الاوضاع الحالية في السودان مأساوية واناقاد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية ده جاي في لحظة تاريخية فارقة من عمر هذا البلد الشقيق قال الازمة الحالية بيواجهها السودان ازمة كبيرة ومش خافية وتداعيات القتال والاختتال اللي بيحصل هناك كبيرة والخسائر جسيمة ونقص حاد في الاغذية وتدهور في المؤسسات الصحية كل ده مأثر على مجمل الاوضاع الانسانية معنى الكلام ده اننا بنتكلم عن دولة كلنا عارفين مدى قربها وقربنا من بعض حتى لما بنشوف بعض الامور اللي بتشوب مش هتكلم على العلاقات السياسية ولا العلاقات السيادية ممكن تحصل بعض الحاجات على المستوى الاعلامي ممكن تحصل بعض الحاجات على مستوى الافراد ممكن تحصل شد وجذب هنا وهناك ما ننساش مصر فيها تقريبا خمسة مليون سودان في الظروف الاخيرة عددهم زاد على الاقل لنصف مليون سوداني دي ارقام رسمية فاحنا بنتكلم في دول تعدادها اقل من تعداد السودانيين اللي موجودين في مصر فبالتالي لما نيجي نقول تعالوا يا جماعة الخير نقعد ونتكلم تعالوا يا قوة يا مدنية ونزق معاهم القوى العسكرية اللي بتقتل ده فاحنا النهاردة بنحاول نوصل لانفراجة في السودان بتحصل الانفراجة دي النهاردة بتحصل الانفراجة دي خلال المؤتمر انا متهيق لي صعب لكن كل حاجة بتبدأ بالحوار فالحوار اللي ببتدي النهاردة اللي احنا بحتاجين اننا نتابعه معاكم هو حوار في منتهى الاهمية لانه هو راسم الصورة بالنسبة لنا كلها ازاي نقدر نتعامل وازاي الشعب السوداني يقدر يوصل لتوافق انا هنا يمكن قبل رمضان ناقشنا الموضوع وناقشناه بشكل يعني محترف اننا ازاي هنتعامل مع هذا الموضوع واهل السودان هيتعامله معاه ازاي للوصول الى الحد الادنى من التوافق تعالوا نعرف اكتر عن المؤتمر وتعالوا نعرف اكتر عن هذه الازمة من الاستاذ احمد مبابي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الافريقية في روزا يوسف اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد اهلا تحياتي اهلا تحياتي يا استاذ احمد انا بتشرف ان انا موجود مع حضرتك مشرفنا يا استاذ متحكي لنا كده اولا عن المؤتمر النهاردة وماذا دار فيه وهل وصلنا الى مستوى التوقعات ولا احنا لسه في البداية نعم هو نحن النهاردة القاهرة كانت شاهدة على انعفاد واحدة من اهم المحطات واحدة من اهم المرأة الوطني السوداني او مصارات الحل السوداني السوداني الازمر للقوى السياسية السودانية اه اه في القاهرة وبدعوة من الدولة المصرية انا اه الحقيقة ان هذا المؤتمر اه نظرتنا له كمراقبين للملف السوداني والشأل السوداني انه اه هي نقطة فارقة وهكذا حتى تحدث الممثل الكوى المصاري الحل اه الفصل سبيل الازمة السودانية لعدة اعتبارات الاعتبار الاول ان هذا المؤتمر انه يشهد لأول مرة لأول مرة جلوس اه قتل سياسية واطراف وطيارات سياسية معا على مئدة حوار واحدة اه منذ اندلاع الازمة السودان بل ان بعض الممثل الكوى السياسية السودانية اشاروا الى ان اول مرة يجتمعون مع هذا الكم من الموسلين السياسيين والنقبة السياسية منذ ثورة ديسمبر في ابريل 2019 لذي اطحب بين الستة سنوات لم تجلس الكوى السياسية السودانية بهذا في ممبر واحد يناقش القضية السودانية وبالتالي قتل جابه يجسدها مطامر القاهرة او الجواد الاخر والمهم هو المشاركة الدولية والدعيمة لهذا المطامر يكن هذا المطامر وفي من اقدداته التي رسمتها او صاغاتها الدولة المصرية كراعية لانعقاد هذا المطامر والشركاء الدوليين والإفليمين الذين تعاطوا مع الملف السوداني والازمة السودانية منذ بدايتها ومنذ بداية الحرب الداخلية في إبريل من العام الماضي اليوم شاهدنا حضورا من ممثل الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي الجامعة العربية وأيضا من نظمة الإيجاد بل أنه كان هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر